إشراق السلطات وأفراد المجتمع للمساهمة في تسريع عملية إيقاف انتقال مرض الدودة الغنية هو الهدف من هذا الاجتماع للتعبئة الاجتماعية لتعزيز أنشطة القضاء على الدودة الغنية في معرض ترحيبه بالحضور رحب ممثل المندوب الإقليمي للصحة العامة والوقاية في تانجلي سونتان بالميسا بعقد هذه اللقاءات وأشار إلى أن مكافحة هذا المرض يتطلب مساهمة الجميع بالنسبة لمنسق البرنامج الوطني للقضاء على الدودة الغنية الدكتور تيشنديبيت أوكوا قال إن استراتيجية الاحتجاز المطولة للكلاب والقطط تهدف بشكل رئيسي إلى عزل العدوى بنسبة 100% والمساهمة في وقف انتقال مرض الدودة الغنية حكيمة ولاية تانجلي الجيم عبد الرحمن في مداخلتها أشارت إلى أن ولاية تانجلي في العام 2022 قد سجلت أكبر عدد من الإصابات بمرض الدودة الغنية مقارنة بالولايات العشرة ولتحقيق هذه الغاية فإنها تدعو جميع الطبقات الاجتماعية والمهنية في تانجلي للمشاركة في هذا الكفاح